الأستاذ الدكتور صباح عيدان حمود العبادي اللقب العلمي أستاذ منذ عام 2020 حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة البصرة قسم اللغة العربية في اللغة العربية وآدابها التخصص الدقيق علم اللغة يعمل تدريسيا في كلية التربية في جامعة ميسان وهو أستاذ الدراسات القرآنية وعلم الدلالة لمرحلة الدراسات العليا وأستاذ النحو وعلم اللغة وتحليل النص القرآني في الدراسات الأولية أشرف على عدد من رسائل العلمية والأطاريح ناقش عددا كثيرا من الرسائل والأطاريح لديه العديد من البحوث المنشورة في المجلات المحكمة لديه كتابان مطبوعان الأول البحث الدلالي في آيات الأحكام عند السيد الخوئي قدس سره الشريف والكتاب الثاني فهم الخطاب القرآني بين الإمامية والأشاعرة وهو الآن سيلقي بحثه الموسوم التفكير القرآني في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام دلالة الإصطفاء اختيارا فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله ومن واله اللهم صل على محمد وآل محمد أرى بخلا في الصلاة على محمد وآل محمد فأرجو منكم أن ترفع صواتكم لتزداد البركة في هذا الذكر العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد السادة الحضور كلا باسمه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشكر الوافر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر مؤتمر الإمام العظيم شكرا لكم على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذا المحفل العلمي وشكرا مضاعفا لقبولكم أن أكون من بين المشاركين في هذه الجلسة العلمية الكريمة المباركة ربما من توارد الخواطر أن يكون بحثي أيضا يسير في مسار البحث السابق ويتكلم عن دلالة الإصطفاء ولكن ربما يختلف المنهج وتختلف النتائج أيضا وربما سأحاول تغييرا حتى لما كنت ناوي أن أطرحه أن أجيب على بعض التساؤلات التي طرحت على مفهوم الاستفاء طبعا أنا لدي بحث آخر مستقل منشور في مجلة كلية الآداب في جامعة الكوفة عنوانه مراتب الدلالة القرآنية بين الاشتباء والاستفاء وقد طبعا الحمد لله البحث كان موفقا هناك مراتب يمر بها الإنسان المصطفى حتى يصل إلى هذه المرتبة يعني الاصطفاء هو آخر مراتب الجعل الإلهي إني جاعلك للناس إمامه هذا الجعل لم يأتي مباشرة وإنما مر نبي الله إبراهيم عليه السلام مر بمراحل واختبارات حتى وصل إلى درجة الاصطفاء وكذلك أبونا آدم عليه السلام إن الله اصطفاه بعد أن مر بمرحلة المعصية ثم التوبة ثم الاشتباء فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه ثم بعد ذلك قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اللي يحب يطلع على هذه المراتب موجود البحث مشهور وموجود في الانترنت اسمه مراتب الدلالة القرآنية بين الاستفاء والاشتباء البحث الذي في هذه الجلسة هو عنوانه التذكير القرآني في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام لذلك أنا أختلف مع زميل البحث الذي سبقني وقال هي رواية بالحقيقة ليست رواية هذه الآية وهذا الحوار الذي قال ما به الإمام عليه السلام كان مناظرة عقدها المؤمون وقد حضرها جمع من العلماء من المذاهب الإسلامية المختلفة وكان الإمام عليه السلام حاضرا في هذه المناظرة وأجابه سوف أحاول أن أبين هذا النوع لذلك أنا سوف أركز على قضيتين قضية المناظرة وعلم المناظرة المناظرة علم يحتاج منا إلى جهود كبيرة وخاصة المناظرات التي تعقد في محضر أهل البيت عليه السلام فشكلت المناظرات تراثا ثكريا وألميا وتربويا لا يستهان به في المدونة العربية وقد صنفت حولها مصنفات كثيرة وامتلأت بها كتب التراث الأدبي والعقدي بصورة عامة وسجلت لنا كتب التراث الشيعي بصورة خاصة عددا من المناظرات العلمية في مجالات ثكرية متنوعة كان أقطابها غالبا أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم وأتباعهم ويتميز هذا النوع من المناظرات بالحضور الذهن التام عند أئمة أهل البيت عليهم السلام في عملية الحوار والاحتجاج على مناظرهم واستعمل النص القرآني في الرد على خصومهم دعما للحجة عليهم لأنهم يدركون تماما أن النص القرآني هو الأقوى حجة عن غيره من النصوص إذا ما استعمله أهله ووضعوه في الوجه الذي أراد له مبدعه وهنا يبرز الدور التربوي الذي تعكسه المناظرات العلمية إذ يجب أن تكون من أصحاب التخصص في فهم محاورها واستعمار الأدوات المناسبة لها فضلا عن احترام الخصوم وعدم فضلا عن احترام الخصوم وعدم الاستهان بهم حتى يتشكل لدينا منظومة تربوية أخلاقية تجبر الخصم على الإصغاء وتجبره على السماع بدون تشنج وبدون الابتعاد عن محاور المناظرة إلى مهاترات أخرى وهذا ما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام وقد سلط البحث الضوء على مناظرة مهمة في إثبات الأصل العقدي عند مدرسة الإمامية وبيان دلالة الاستفاء ومعانيها المفترضة قرآنيا ومحاولة استثمار حضور النص القرآني في توضيح معاني هذه المفردة المهمة طبعا هذا تأكيدا لكلام الأستاذ الدكتور كريم ناصح أن هذه المفردة فعلا مفردة مهمة وهي مصطلح قرآني بحث يحتاج إلى وقوف وأبحاث كثيرة وحسم الجدل في تشخيص المصاذيق القرآنية لدلالة الاستفاء ومن هنا جاء العنوان بسمة التفكير القرآني في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام دلالة الاستفاء اختيارا ونعني بالتفكير القرآني حضور النص القرآني في ذهن المناظر بسرعة البداها والقدرة على تكثيف مجموعة من النصوص القرآني التي ترتبط في سياق بؤرة المناظرة من دون تردد في إصابة الدلالة المرجوة كشاهد ينسجم مع قوة الحجة وقوة البيان أما الاستفاء طبعا أنا عندي بحث لغوي كامل على الاستفاء وأيضا مراتب الاستفاء للوقت لا يسمح أن نعرضه ولكن فقط فهو يعني أنا حسب البحث هو خلاصة الإرادة والجعل والاختيار والاشتباء والاصطناع الإلهية الله يجعل جاعل إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الجعل هذا طبعا لم يأتي إلا بعد الاستفاء وكذلك الاختيار إني اخترتك لرسالاتي الخطاب إلى موسى عليه السلام وأيضا الاصطناع وأيضا الاشتباء فهذه كلها مراتب تكون نهايتها يكون نهايتها والاشتباء مع الرغبة في جعل الشيء واختياره صافيا ووجود هذه الطاء اصطفاء هي يسمونها بالعلم الصرف المفاعلة طبعا تقابل التاء في هذا المعنى فهي تاء المفاعلة وهذا يعني في علم اللغة أن هناك اهتمام من الفاعل بالمفعول أو من المصطفي بالمصطفى يعني الله يريد أن يصطفي أشخاصا بعينهم لأمور هو يريدها أهمها الاستفاء للرسالة مثلا كما قال تعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا نوع من نوع الاستفاء وهناك اصطفاء للملك كما قال الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل في شأن طالوت إن الله اصطفاه عليكم ملك أيضا هذا نوع من نوع الاستفاء وهناك اصطفاء لوراثة الكتاب وهو طبعا يشمل الأولياء ويشمل الأم عليهم السلام وأيضا اصطفاء للحكمة وأيضا اصطفاء لمجموعة من خلقه لقيادة الشعوب إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين طبعا وفي قراءة عبدالله بن مسعود وآل محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد يعني هناك قراءة عبدالله بن مسعود وآل محمد طبعا معلماء نيدخلون آل محمد مع آل إبراهيم عليهم السلام ذرية بعضها من بعض هذه درجة من درجات الاستفاء المتوارث يعني الاستفاء يكون عن طريق الوراثة وطبعا هذا السؤال ابتدأ بالمناظرة من جلسة أو جلسة عقدها المؤمون في محظر الإمام الرضا عليه السلام قائلا اخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فقال العلماء أراد الأمة كلها فقال المؤمون ما تقول يا أبا الحسن طبعا المؤمون هسه سؤال توضيحي استفزازي أراد أن يعرف رأي الإمام لا أعلم لكن الإمام كان منتبها وملتفتا لذلك لحظ جواب الإمام وجانب التربوي في جواب الإمام ونحن الآن نعقد في هذا تحت عنوان المبادئ التربية عند العم عليه السلام فقال الرضا عليه السلام لا أقول كما قالوا لم يكذبهم لم يسخف رأيهم لم يهاجمهم وإنما قال عبارة طبعا لفتة تربوية أخلاقية فلم ينكر عليهم قولهم بلهجة أو بتنفرهم أو تقلل من شأنهم بل عبارة فيها من الشفافية والسعة تجعل المتلقي يلتفت إلى جواب الإمام ثم يتقبله بكل رحابة صدر لا أقول كما قالوا ما قال إنهم كذابين أو إنهم مخطئون أو كذا نعم ولكن أقول أراد الله تبارك وتعالى بذلك العترة الطاهرة عليه السلام فقال المؤمون وكيف عنا العترة دون الأم هذا شيء مهم حتى الإمام رح يوضح معنى الاستفاء فبدأ الإمام يوضح تخصيص الوراثة بالعترة عن طريق طرح مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الذي خفف عنا سماحة الشيخ جزاء الله خير بعرضها أو عرض أكثرها فقال عليه السلام لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة لقول الله تعالى فمنهم ظالم ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فاستعان الإمام بسياق هذه الآية لكي يثبت أنه لا يمكن أن تنطبق على الأمة لأن هذه الأمة فيها ناس ظالمين لأنفسهم ظالمين لغيرهم وبما أن الإصطفاء هو درجة من درجات الإمامة أو هو صفة من صفات الإمامة فلا يمكن أن يكون الذي يرث الكتاب المصطفى أن يكون ظالما بدليل قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالظالمون لا يمكن أن يكون أن يكونوا من المصطفين أو من الذين يستحقون وراثة الكتاب وهذا استدلال منطقي رائع من الإمام عليه السلام فلا يمكن أن يكون هذا طبعا ناتج عن تبحر الإمام ومعرفته وعلمه السابق وعلمه اللدني كلها أشياء حضرت في هذه اللحظة للإجابة نعم وحينها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه الوراثة أو هذه الوراثة للأمة بأجمعها بل هي وراثة خواص الخواص الذي قال عنهم الإمام الرضا عليهم السلام أما علمتم أنه وقعت الوراثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم قالوا ومن أين ذلك يا أبا الحسن لحظة هذه محاورة ومناظرة قال من قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فلا يمكن أن يكون الأمة فيها فاسق وفيها منحرف وفيها ظالم وفيها ظال فلا يمكن أن تشمل الاصطفاء أو وراثة الكتاب تشمل هؤلاء فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين أما أما علمتم ربما أحد يسأل سؤال لماذا نوح عليه السلام لديه من ذريته ابنه فالإمام أراد أن يوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون ابن النبي أو ابن الإمام أيضا معصوم وينال درجة الاصطفاء فطرد ابن نوح من هذا لأنه كان عاصيا لأبيه فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي أنه لا يستحق الوراثة التي منحت لأبيه نوح عليه السلام نوح مصطفى لكن ابنه لم يكن من المصطفين لماذا لأنه خالف الشريعة وهو طبعا كما نص القرآن طبعا هناك أيضا علاقة بين الاصطفاء والتطهير حول الإمام أن يوضحها عليه السلام عندما جاء بقوله تعالى إنما يرد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والقرآن أيضا استعمل الاستفاء مع التطهير يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطحرك واصطفاك على نساء العالمين فهناك علاقة كبيرة بين الاستفاء والتطهير والوقت ربما يداهمنا ويلاحقنا هناك طبعا آيات أخرى أيضا الإمام حدد حصرا الوراثة وراثة الكتاب بالاستفاء بالعترة وبعد ذلك خصص العترة وقالهم آل آل الرسول فقال له كيف يكون ذلك بآل الرسول دون غيرهم وقد قال رسول الله إنما آلي هم أمتي قال وهل تمنع الأمة من الصدقة قالوا لا طبعا أراد أن يأخذ الجواب من أفواههم هل تمنع الأمة من الصدقة قالوا لا قالوا لكن أهل البيت آل رسول الله يمنعونه من الصدقة فهذا تخصيص لآل البيت عليه السلام طبعا البحث أيضا ممتع وممكن الاطلاع عليه من الأخوة الموجود عدوم النتائج طبعا التي توصل إلى البحث والتوصيات أنا طبعا من ضمن التوصيات أنه أدعو أخواني التركيز على المناظرات التي عقدت لأهل البيت عليه السلام في كتب التفسير وكتب الحديث الكثيرة وكذلك أهمية الاستفادة من طبيعة هذه المناظرة وأيضا الجوانب التربوية المهمة التي يمارسها الإمام الآن مناظرات موجودة على قدم وساق في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن للأسف تندرج إلى الشتمي والسبي والقذفي بدون أدلة بدون والتالي الإنسان يفقد القيمة العلمية الحوار يبتعد عن طريقة المثلى لكن أهل البيت دائما علمونا على الهدوء في المناظرة وكذلك عدم تجاوز على الخصوم وإنما أنا أريد أنا صاحب رأي صاحب فكرة أريد أن أوصل هذه الفكرة بطريقة نقية وزكية ويركز الإمام دائما على الجانب العلمي دون الجانب والشخصي لذلك الإمام لم يذكر ولم يشر إلى نفسه بهذه المناظرة أبدا يعني ما قال أنا من العترة ولا قال أنا من الآل وهذا طبعا شيء مسلم لكنه ما أراد أن يجعل الخصوم يقول هذا يدافع عن نفسه وإنما هو كان يدافع عن فكرة عامة فكرة قرآنية ابتدأها في الجواب على هذا على هذا السؤال أختصر جدا وأشكر الأخوان على سعات صدرهم وأقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وحمد شكرا جزيلا لجناب الأستاذ الدكتور صباهي دان العبادي على ما يعني قدمه وعلى التزامه بالوقت أيضا ونستمع إذا كانت هناك ثمة مداخلة أيضا مع جناب الشيخ مصطفى العاملي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام شكرا على موضوعكم الذي نعتبره متكاملا مع الموضوع السابق وإن كان لكل منهما خصوصية من جانب معين ذكرتم في كلامكم أن تفسير التفكير القرآني تقصدون منه معنا معينا وهو حضور النص القرآني عند المناظر سرعة بديهية حضور النص القرآني عند المناظر ولكن في أثناء بحثكم ذكرتم شيئا يتناقض مع فقرة وردت في الملخص قلتم في الملخص أن النص القرآني هو الأقوى حجة عن غيره من النصوص وما ذكرتم فيه من بحث بينا أن الحجية في النص القرآني تعتمد على ما بيّنه الإمام عليه السلام باعتبار أن النص القرآني بحد ذاته لا يمكن أن يكون الأقوى حجة لأن القرآن حمال أوجه فعندما يأتي علم الإمام الذي عبر عنه أنه القرآن الناطق ليبين موارد استعمال النص حينئذ تكون الحجة قوية في ذلك وليس استنادا إلى النص بدون بيان الإمام وشكرا شكرا جزينا بالشيخ الفاضل شكرا لكم هناك ثلاث حيثيات في بحث المفردة الإصطفاء الحيثية الأولى تعين المفهوم في نفسه وكنا نتوقع أنك تبين الرابط بين هيئة الكلمة وبين المادة حتى تكتشف لنا الدلالة الصحيحة لمفهوم الإصطفاء الحيثية الأخرى تحديد الدائرة إلى أي حد يمتد هذا الإصطفاء هل يشمل الظالم أو لا يشمل الظالم هذا تحديد إطار مفهوم الإصطفاء الحيثية الثالثة تعين المصداق هل ينطبق هذا المصداق على الجميع الأمة أو على الخاصة من الأمة أو على الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ثلاث حيثيات ينبغي التفكيك بينها في هذا البحث حتى يتجلى لنا مفهوم الإصطفاء بشكل واضح ومحدد وأعتقد إذا كان لم يخني سمعي أظنه حدث سبق لسان في تعبيرك أنه أحدث تشويشا في أذهاننا لتبيين معنى الأصطفاء وشكرا شكرا جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى سماحة الشيخ العاملي بيان دور الإمام في بيان النص القرآني طبعا هذه قضية مسلمة وبديهية وأنا أشرت إلى هذا قلت أن عندما يكون النص والتفسير بيد أهل الخبر وأهل الاختصاص سوف يعطي نتائج مختلفة وطبعا نحن نعتقد أن الإمام المعصوم هو قادر ومهيم على معاني النص القرآني ولكن مع هذا نجد أن الإمام أحيانا يفسر بعض المفردات بمعنى يختلف في سياق يختلف عن معنى آخر سياق آخر أذكر مثال طبعا مهم جدا جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام في موسم الحج فسأله يا ابن رسول الله ماذا تعني كلمة تفثهم فقال الإمام هي إزالة الدرن عن الجسد وجاء آخر فسأل الإمام نفس السؤال وعلى نفس المفردة فقال له الإمام هي لقاء الإمام المحصوم فأجاب بإجابتين مختلفتين بسياقين مختلفين لأن الذي سأله بالأول قدر فهمه على قدر هذه الإجابة والذي سأله مرة أخرى أجابه على قدر فهمه لهذه المفردة وطبعا إذا نريد ندقق بالمصطلحين نجد فروقات كبيرة لذلك لما سئل من أحدهم قال يا ابن رسول الله لقد أجبت بإجابتين مختلفتين قال نعم وأين فلان من فلان أنا أجيب على قدر المتلقي فالإمام أيضا حضور هذا الحضور هذه حضور الإجابة بإجابتين مختلفتين يدل على أن الإمام له القدرة ولهيمن على الإجابة عن كل المفهومات القرآنية وكل بحسب سياقه الشيخ الطبسي كل ما قلته شيخنا موجود في داخل البحث وتفاصيله موجودة ولا يعني لا تستحق الإعادة لأنني أنا مختصر يعني أجبر أنني مختصر على أن أختصر أيضا هاشم الشيخ أو السيد هاشم المكسوسي المعصية طبعا أنا عبرت بلسان القرآن القرآن صريح جدا وقال نعم هسا المعصية هي ترك الأولى المعصية هي مثل الأمر لم يكن أمرا مولويا وإنما كان أمرا إرشاديا المعصية تختلف عن الذنب ما قال أذنبه وما قال عصى والتطبيق الحقيقي والواقع للمعصية الآن نستعمله نحن في كل يوم ولا يعاقب العاصي مثلا أبنك يخالفك في اتجاه معين وأنت تسميه قد عصاني ولكنه ربما لا يستحق العقوبة فآدم عليه السلام القرآن يعبر وعصى آدم عبارة صريحة جدا لا نستطيع أن نتخلى نعم نرجع إلى معنى المعصية وفي تفسير روايات أهل البيت عليه السلام عن المعصية نجد أن المعاني مختلفة أما بالنسبة لأستاذ الدكتور سامي ماضي طبعا جزاك الله خير لأن نبهتني إلى هذه الورشة أنا لم أكن حاضرا فيها ولم يعني تصني هذه المعلومة حتى أنسجم مع وجهة نظريكم أما مصطلح التناص حقيقة مصطلح خطير جدا وهو الآن في المفهوم النقدي الحديث ربما يدخلنا في متاهات كبيرة إذا استعملنا مع هذا لأن التناص هو نقل نص آخر أما القرآن نص مختلف نص معصوم نعم الإمام نقرين القرآن بنص الثقلين حديث أو الثقلين كما قال أحد المشايق قبل قليل الإمام هو عدل القرآن وهو النص الناطق أو هو القرآن الناطق لكن القرآن نص خاص هو نص إلهي بلسان الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون التناص لا ينطبق نعم ربما مصطلح التفكير أنا يعني أعني به شيء آخر في داخلي والمعنى في قلب الشاعري والباحث شكرا لكم جميعا وآسف على الإطلال وأرجو أن أكون قد قبلت من بعضكم وليس كلكم أكيد لأن هناك اختلافات في وجهات النظر وكرروا شكري لكم وأنا سعيد أن أكون جالسا بين يدي سماحة المتولي الشرعي استاذي وزميلي أيضا أنا كنت طالبا في الحوزة وقد ربما لم يتذكر أنني جيدا سماحة السيد شكرا لكم جميعا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم